تزامنا مع احتفالات البلاد بلاد الوطنية الخامس والأربعين المجيد احتفل اليوم بافتتاح مطار صلالة الجديد أرعى حفلة لافتتاح صاحب السمو سيد شبيب بن تيمور آل سعيد مستشار جلال السلطان لشؤون البيئية بحضور عدد من أصحاب السمو وأصحاب المعالي الوزراء والمكرمين وأصحاب السعادة والمسؤولين بالمحافظة من مدنيين وعسكريين وجمعين من المدعوين من الشيوخ والأعيال وفي بداية الحفل ألقى معالي الدكتور أحمد بن محمد الفتيسي وزير نقل والدى الصلاة كلمة بهذه المناسبة من دواعي البهجة والسرور أن نلتقي بكم اليوم في هذه البقعة الطيبة من أرض عمان المباركة لنحتفي بإحدى ثمار النهضة المباركة التي أرسى دعائمها مولانا حضرة صاحب الجلال السلطان قابوس من سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وأمد في عمره المبارك ولكم يزيد هذا الإنجاز تشريفا بأن يتزامن وبلادنا الغالية عمان تحتفي بعرسها الوطني السعيد وعيدها الخامس والأربعين المجيد فأهلا بكم وسهلا ضيوفا أعزاء على أرض مطار صلالة صاحب السمو راعي الحفل حضورنا الكريم إن مطار صلالة الجديد الذي نقف أمامه اليوم هو إضافة نوعية لقطاع الطيران المدني بالسلطنة ليس على مستوى التجهيزات المتطورة التي يتمتع بها والكفاءات المشغلة له والإعداد المتزايدة التي يستقبلها من المسافرين والقادمين لمحافظة ضفار فحسب بل أيضا للإمكانيات العالية التي وفرت بالمشروع ليواكب التوسعات المستقبلية والذي يجعل منه كيانا اقتصاديا وسياحيا واستثماريا لهذه المحافظة بوجه خاص ولعموم السلطنة بوجه عام بعد ذلك قام صاحب السمو راعي الحفل بإزاحة الستار عن نصب التذكار للمشروع إلى جانب قيام سموه بجولة في المعرض المصاحب وأرجاء المطار ويجتمل المشروع مطار صلالة الجديد على مبنى للمسافرين بمساحة 65 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تبلغ مليوني مسافر سنويا ومدرج رئيسي بطول أربعة كيلو مترات بعرض 75 مترا ويستوعب جميع نوع الطائرات ومزود بأحدث أجهزة الملاحة الجوية والهبوط الآلي وغيرها حسب المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن كما يجتمل المشروع على برج المراقبة البالغ ارتفاعه 57 مترا والذي تم تجهيزه وفق أفضل التقنيات الحديثة عالية الجودة و27 مبنى جديد أهمها مبنى لإدارة الحركة الجوية والذي تم تجهيزه بأحدث النظم العالمية ومركز نظم المعلومات وقسم مناولة الحقائب بمبنى المسافرين إضافة إلى أنظمة مناولة الأمتعة التي تشمل على ثلاثة أحزمة لنقل أمتعة المسافرين للرحلات الداخلية والدولية إلى جانب قاعة لكبار الشخصيات ومواقف عامة للسيارات تتسع لـ 2200 مركبة ورعي في تصميم المطار أن يقدم خدمات ذات مستوى الراق تشمل متاجر تجزئة ومطاعم ومرافق خدمية أخرى مجهزة بأحدث التقنيات التي تخدم المسافر ابتداء من وصوله إلى مبنى المطار وانتهاء بصعوده إلى الطائرة منها 29 مصعدا و13 سلما متحركا وثمانية خراطيم لصعود المسافرين على متن الطائرات إضافة إلى 30 منذة لتخليص إجراءات المسافرين و10 بوابات للمغادرة يأتي افتتاح مطار صلالة الجديد لمواكبة نمو حركة النقل الجوي من وإلى محافظة ظفار وتسهيل تنقل المواطنين بين مسقط وصلالة وتعزيز الحركة السياحية مع العديد من دول العالم حيث يزيد بحوالي 20 ضعفا عن حجم المطار القديم تجدر الإشارة إلى أن مطار صلالة الجديد تم تشغيله في الخامس عشر من يونيو الماضي ويستقبل حاليا مختلف أنواع وحجم الطائرات حيث أجريت التجارب التشغيلية على المشروع في الثاني عشر من يونيو الماضي وأثبت تنجاحها التام وبمستوى عال من الأداء وسرعة الإنجاز